ما يجب أن نفهمه بخصوص تدخم أن التدخم يؤثر بشكل كبير على المداخل القارة والمداخل القارة نقصد بها الأجور يعني أن أكثر من سيتضرر بارتفاع الأثمنة هو الموظفون أو العاملون في القطاع الخاص الذين يتلقون أجرا مقابل العمل بالنسبة للأجور المتغيرة تتأثر ولكنها بدرجة أقل بمعنى أن المشتغلون في القطاعات الحرة يقومون بتحين أثمنتهم وفق التغيرات المرصودة في السوق لكن هذا لا يمنع من أن الأطاق سيكون عاما على قفة المواطن المغربي بحكم تراجع مستوى الطلبيات يعني الطلب سينخفض والنتيجة هي أنه سينخفض هامش الربح بالنسبة لمجموع الفاعلين على الاقتصاديين وهذا سيؤثر سلبا على الاقتصاد الوطني وعلى المستهلكين المغاربة أعتقد أن آثار التضخم زادت أو ستزيد مع السنة الفلاحية الضعيفة لكن أعتقد أنه ظرفيا المواطن المغاربة سيعانون بشكل كبير من تراجع مستويات المعيشية بالنسبة لهم وقدرتهم الشرائية بارتفاع الأثمنة وهي بالمناسبة مرتبطة بالسوق الدولية لذلك نعتقد أنه من الأولوية الأولويات أن الحكومة المغربية تقوم بإجراءات لدعم هذه القدرة الشرائية من خلال إقرار تراجعات ضريبية أو لنقول أن الحكومة عليها أهم شيء أكثر من المراجعات الضريبية مراجعة سلسلة البيع في أسواق المغربية والقضاء على ظاهرة الوساطة التي تؤثر بشكل سلبي على الحاجيات أو على الأثمنة داخل السوق المغربية بالنسبة لتضارف الأرقام لا أعتقد أن هناك تضارف الأرقام بين تقديرات الحكومة وتقديرات البنك المركزي التحيين الذي وقع في تقديرات البنك المركزي يرتبط بوضع جديد لأن الحكومة عندما قدمت رقم 1.7 قدمته في صياق إعداد قانون المالية يعني حوالي ثلاث أشهر قبل نهاية سنة 2021 وبالتالي في تلك الفترة كان هناك حتى على الصياقات الدولية كان هناك رصيفة للأتمان لكن لم يكن هناك جزم بخصوص أن هذا التضخم الذي سجل في هذه الفترة التضخم سيستمر إنما كان هناك يعني الخبراء الاقتصاديون تحدثوا على أنه كان تضخما مرحليا ربما سيتراجع مع عودة زخم الإنتاج إلا أن التضخم استمر بحكم أن زخم الإنتاج لم يستدعد عافيته وثانيا لظهور ظروف أيضا جيو سياسية تعلق بالحرب الأوكرانية الروسية التي انطلقت خلال الشهر الثاني من سنة 2022 والتي فقمت من أزمة الطاقة ومصادر الطاقة بحكم ارتفاع الأثمنة الكبيرة ولا بد من التذكير هنا أن الحكومة عندما بنت برنامجها لقانون المالي 2020 بنته على أساس 450 دولار للطن بالنسبة للغاز الطبيعي لكنه الآن يتجاوز هذا الرقم بكثير لأن لم نقول أنه تضعف لثلاث مرات حيث يقارب الألف دولار للطن وهو رقم كبير وبالتالي فارتفاع كلفة الغاز وارتفاع كلفة البترول الذي كان في تلك الفترة أو كانت توقعات الحكومة بنية على 75 إلى 80 دولار للبرميل الآن البرميل تجاوز 120 دولار وبالتالي ليس هناك تضارف الأرقام بقدر ما كان هناك تحيين بحكم أن البنك المركزي بنك المغرب قام بتحيين معطياته بناء على رصد أيضا المندوية السامية لتخطيط التي تحدثت على مثلا آخر نسبة تحدثت على مستوى للتدخم وصل إلى 3.9% برصد شهر فبراير الأخير مقارنة مع شهر فبراير لسنة 2021 إذن التدخم ظاهرة يعني مستمرة معنا خلال هذه الفترات يتوقع بنك المغرب أنه سينزل إلى 1.6 سنة مقبلة لكنه الوضع الحالي على أساس أن هذا التحسن ممكن أن يحدث تراجع في الأثمنة على إثر قرارات التي سيتخذها الأبناك المركزية خاصة البنك الفيدرالي الأمريكي الذي قرر مراشعة نسبة الفائدة إلى التخفيض وهو أول إجراء قام به البنك الفيدرالي في سلسلة تراجعات مقررة لنسبة الفائدة الأمريكية كذلك من المتوقع أن يحدث وحده البنك المركزي الأوروبي وباقي الأبناك المركزية عبر العالم من أجل مواجهة هذه الظاهرة اشتركوا في القناة